إيران تهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتصف تقريرها الأخير بشأن المخزون النووي الإيراني بأنه غير متوازن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن التقرير الصادر عن الوكالة غير منصف بحق بلاده زادة قال إن الوكالة قد تكون تعرضت لضغوط من إسرائيل لتغيير موقفها إنه تقرير غير عادل وغير متوازن ونخشى أن يكون الضغط السياسي الذي تمارس إسرائيل وجهات فاعلة أخرى قد تسبب في تغيير المصاري الطبيعي لتقارير الوكالة من فني إلى سياسي نتوقع تصحيح هذا المصار وأشار زادة إلى أن التقرير لا يعكس واقع المفاوضات الجارية بين الوكالة الدولية وطهران لسوء الحظ هذا التقرير لا يعكس حقيقة مصاري المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود أسئلة لديها تحتاج إلى توضيحات إذ ترغب الوكالة في الحصول على توضيحات تتعلق بالعثور على مواد نووية غير معلن عنها وقالت إن هذه المواد موجودة في ثلاثة مواقع إيرانية وأشارت الوكالة إلى أن مساعيها بالحصول على تفسير بشأن هذه المواد لم تثمر أي نتائج كما أكدت الوكالة أن مخزون اليورانيوم الإيراني تعدى الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي وقالت إن هذا الارتفاع جاء أكبر من المتفق عليه بثمانية عشرة مرة سجال بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تسييس المواقف وكذلك تجاوز إيران صقف الاتفاق النووي كل هذا يأتي في ظل جمود يسيطر على المفاوضات النووية الجارية بين طهران والقوى القبرى لكن المندوب الروسي إلى فيينا ميخايل أوليانوف قال إن إيران أظهرت مرونة في موقفها خلال الزيارة الأخيرة للمنصق الأوروبي بشأن الملف النووي إلى طهران وأكد أوليانوف أن طهران تنتظر ردا من الجانب الأمريكي بشأن الملف مشيرا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب واشنطن في إشارة إلى انتظار موقف أمريكي بشأن رفع العقوبات